بينما تتصاعد التوقعات بهجوم إسرائيلي على إيران، فإن الجيش الإيراني يعمل على وضع عدد من الخطط العسكرية تحسباً لذلك. صحيفة نيويورك تايمز نشرت تقريراً تحت عنوان إيران تستعد للحرب مع إسرائيل، حيث نقلت عن مسؤولين بأن المرشد الإيراني أصدر أوامر للجيش بوضع خطط وسيناريوهات متعددة للرد على أي هجوم إسرائيلي محتمل. كما أصدر توجيهات بالرد حال استهداف المنشآة النفطية أو النووية. ووضع الصحيفة الأمريكية فإنه حال حدوث مثل هذا السيناريو ستنظر إيران في إطلاق ما يصل إلى ألف ساروخ باليستي على إسرائيل وتصعيد الهجمات من قبل الجماعات المسلحة بالوكالة في المنطقة، فضلاً عن تعطيل تدفق إمدادات الطاقة العالمية والشحن. ولكن بحسب الصحيفة، إذا كانت هجمات إسرائيل محدودة النطاقة، قد لا ترد إيران، والتي سبق أن أعلنت علناً بعدم رغبتها في الحرب. وفي خضم هذه الأجواء ذكرت وسائل أعلام إسرائيلية أن المرشد الإيراني انضم إلى بنوك أهداف إسرائيل في ردها المرتقب، ما أثار تساؤلات بشأن المدى الذي قد تصل إليه إسرائيل في ردها، وإمكانية استهداف المرشد الإيراني حتى لو كان اسمه غائباً عن قائمة الاختيالات المعلنة في تل أبيب. تطورة تأتي بعد يوم من كشف صحيفة التايمز البريطانية نقلاً عن مصدر استخباراتي مطلع، أن إسرائيل أجلت ردها الانتقامي على إيران بسبب الحاجة إلى تغيير بعض الاستراتيجيات، وأن قرار الإرجاء جاء بعد تسريب وثائق أمريكية سرية، قيل إنها تقييم أمريكي للرد الإسرائيلي المحتمل. ورغم أن الوثائق المسربة لم تشر إلى أهداف محتملة، لكن واشنطن حذرت إسرائيل من ضرب البنية التحتية النووية أو النفطية الإيرانية، ويرى مراقبون أنه أمام تلك الخطوات التصعيدية التي قد تدفع المنطقة نحو نزاع أشد تدميراً. تثار تساؤلات عدة حول حسابات الأطراف المنخرطة وخياراتهم في ضوء تعقد المشهد، وما إذا كانت الفرصة لا تزال قائمة أمام حلول سياسية ودبلوماسية تفضي إلى نزع فتيل التوترات. ترجمة نانسي قنقر